عمد الويش تعرفي فضل الغول من هنا يا بيت عمجب بيه؟ انطيع على قد السؤال وبس والله انا معرفوش انا كل الحكاة ان انا سمعت ان حضرتك بتدور عليه فانا قلت يعني اتجابلك حضرتك بالمرة مش هتستخسر فيها الحلامة انت مين اللي بعتك يا بيت؟ والله العظيم حد بعتم انا حكي لك هالفكرة من احنا لقينها مرة واحدة كده جاي علينا البيت هم رجع شاقتهم القديمة احنا قصلا ساكين تحتيه فانا ما توقف مع جوزي بيتكلم بيقوله يعني اصلا هو يعني يعني ايه؟ والله انه هو كان بدور على واحد اسمه اسمه زهير زهير الملاح كلام ده من قيمته؟ اول امبارح اول امبارح الزهال والحكومة قابضة عليه من ثالث ايام لا ما هو احنا كنا فاكين زي حضرتك كده بس احنا فجأتها لقى انه راجع البيت ولا اتقبط عليه ولا اي حاج هو فين دلوقتي؟ الله هي معرفة بس انا اول ما هلمحوا الهاج يقولك على طول بس طويل انت بقى حضرتك كاني واتنسانش بانا انا عايزة حطيت شقة صغيرة كده في الكمبالبت حضرتك با اتلمي في انا وعيالي فايز او امرك يا باشو فاضل بيتك دي وضوها الكمبالبت تختار الشقة اللي تعجبها واكتبولها عقد وبعد كده بشوها الله يكرمك يا رب يسترها معاك اسمعني من فضلك يا باشموهندس يعني بالعقل كده هو درويش لو مش بريه كنت انا عبقى عادة مع عدلوقتي في مكتبي وهو متهم بمحاولة تغتيال والدتي انا مقولتش بريق ولا مزنب بس هو في النهاية هربان ومطلوب من الدخلية وانا مش هينفع كونه موجود هنا اكتر من كده ومش حادر اساعده بحاجة يا سيدي انا كمان محتاج تساعدني والله زي ما هو بالزبط محتاج مساعدتك وبعدين الراجل في ظل الظروف اللي مر بيها دي كلها لما حاول يلجأ لحد وانين تعرفني يعني من غير مؤخذ يعني شفت مني حاجة وحشة انا موتش كده عامد الرويش بس عامد الرويش انا امي ملهاش غيري فارجوك راي موقفي انا معاك يمكن كنت تكون حضرتك يعني متدايق من الطريقة اللي احنا جبناك بيها الصلاة العظيم يعني انا اللي طربك فيه مش حاجة كبيرة يعني هي حاجة صغيرة بس انا ما صقش في حد غيرك يعملها يعني ايه الحاجة دي عامد الرويش؟ زي ما هو حكا لك بالظبط القصة كلها في التاب التاب عليه فايل مقفول بباسورد حاولت افتحه ما عرفتش اعتقد ان الفايل ده فيه سر براء الدرويش وحل القضية كلها ماشي والمطلوب مني بردو المطلوب بقى معرضك انك تطفش لنا الملف ده من عالجهاز من غير يعني بغير مواقص يعني من غير الباسورد عامد الرويش انت فهموا غلط والله لا طفش ايه انا رجل بتاع سيكريت سيستين نتورك ماشي مش بتاع الكلام ده الله العظيم انت بتاع كله اكتاب الله بتاع كله وربنا شوف انا يعني يعني تعاملت مع ناس كتير ايه في الشغلنا دي وعزت جلال الله انا ما شفت في بر مصر كله حد مخه في رضافة مخك الله العظيم اه استاذا عبقري عبقري باب عبقري ماشي عامد الرويش ونوي الفايل ده البيدياف كمان اه 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 مانو وحش دا اله وحش مارش بس يعني انا ممكن حاول برضو عامد الرويش بس اكيد مش عارف حاول اقع التالي ولو ممكن اوصلوها على الليبتوب عندي همم هوام أعطينا الوصلة بتاعت الجهاز أنا أستاذة عبقاري شوف ما حدش عمينا غيرك عبقاري ربنا ربنا عبقاري ربنا الخديك يا رب والسادة ووفاك بسم الله الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر هوام هذا كيف وإيه؟ كنت فين يا مارو؟ والعلف إيه؟ كنت في مشوار مع حياة وخيطة عادة تاخدهم من المدرسة يقضوا عندها الأجهزة النهاردة يا سلاة وإيه المشوار اللي خديلين بطوله دا يعني أنا مش فيه؟ روح تقدم على شقة في اسكان الشباب يمكن ربنا بيه ياخد بأيدينا ويطلعنا من القرف اللي إحنا فيه دا ربنا يهديك ايه؟ لسه برضو؟ مفيش باسورد مش راضي تتفك تالت صوفت ويرا جربه ومش راضية مش مهم يا أخي تنفك جرّب تتعافى عليه كده؟ افسخه افسخه ونخلص عمدرويش أفسخ إيه يا عمدرويش؟ افسخ أمه افسخه يعمدرويش الموضوع معقد والله معقد طيب طيب مش ممكن إحنا نعمل داونلود لأي صوفت وير جديد يعني أحسن شوية حتى لو هنشتري بفلوس مش مشكلة؟ ماشي مش مشكلة فلوس بس يا الفكرة ان أي صوفت وير بيشتغل بطريقة انه هو بيجرب أكتر من عدد من الباسورد كل ثانية لغاية ما تيجي معها بقى الباسورد الصح لكن المشكلة اللي متنايل عمل الباسورد دي مصعبها ومعقادها زنع لزوم يعني مش بعيد يكون عاملها قصيدة شعر المتنبي مثلا طيب ما حلوة دا افتع جوجل ماشي ونزلت كل القصاد المتنبي وندوروا فيها قصاد متنبي ايها عمدرويش بس استانى بس يقول نابع عمدرويش قصاد متنبي قصاد ايه ايه يعني قصاد جامدة بس حلوة كلها عزة بس اون عمدرويش انا هي رايحة كنا دلها ايه بس ادرب اخر محاولة كده يا رب هيا دايما ان شاء الله اخر محاولة نديد اللي بتبقى انجح محاولة بتبقى كده اشاطه ايه وانيه فالدة بقى باش من ديسقي ما عليش ايه الداتة اللي عليه يعني اه ام ام انا مش عارفها بالزبط بس يعني اكيد هيبقى حاجة ليه علاقة بشغل ماما يعني حاجات طبية مثلا فش فائدة الخوف بقى لايكون اللي عامل الباسوورد اصلا عاملها بلغة غير اللي احنا نعرفه اساسا اللغة ايه يعني جريجي مثلا قصاد جريجي عمدرويش ما ولو اللي عاملها يا راجل بيشتغل في المجال الطبي ممكن او يكون عاملها باللاتيني وفي الحالة دي مفيش اي سوفت وير هتوقعها لا انا اتوقعها بقى انا اتوقع اي حاجة من الجهاز ابن الجاذبة ده انا اتوقع منه اي حاجة الجاذبة ده طيب الحل ايه دلوقتي؟ الحل ايه؟ طب احنا عشان نبعملين اكتر خلينا نرجع حطول ورا يعني لو الفايل ده عليه حاجات تخص الطب اكيد ما كانش PDF من الاول اكيد كان لقى اي extension تانى كان word keynote powerpoint مثلا انا كنت نفاية معنى يا دي المصيبة الصورة يا دي المصيبة الصورة انا كده دم اتفرى بين مصارحات الكمبيوتر براحة بس فاهمنا واحدة واحدة الله يخليك عام درويش هو يوصد يقول اصل الفايل اوكي مش مظبوط كده؟ طيب انا دلاتي فتحت اللابتوب بتاع ماما وما لقيتش في اي حاجة بالاسم ده نعمل ايه؟ ولو الفايل ده مش بتاع والديتك يبقى اكيد اتبعت لها على الميل بقى اي شكل مسح خلاص ندوره هناك يا سيدي انا ممعيش الباسورد يا خرابي السلطنية السلطنية يا ربي يا رب انا كل خرابة اطلعلي فيها باسورد بمصيبة ايه دي باش مهندس بيتحيالي بقى دي منطقتك عاليش مش فاهم بس قصدك ايه ماليش النتورك لعبتك يعني اكيد مش صعب عليك انك تفتح الايميل بتاع ماما يا باش مهندسة انا شغلي هاكرز انت جاباني هاك عايزاني هاك ميل بتاع وزيره في الحكومة يا باش مهندسة ده امن قومي عارف يعني ايه؟ حتى لو بطلب من بنت الوزيره شخصيا ماينفعش ماشي يعني دلوقتي ايه الحل؟ هنفضل قاعدين عامين كده عندك حل تاني يقوله بس الله نا ما عندش حل يا اخوانا ايه عم طاري الله خليك باش مهندسة انا بس بس نتبقى حاجة الوجه اللي سبحانه وتعالى كده يمكن نفكه ام النحس اللي احنا فيه ده اي حاجة نتبقى ان شاء الله حتى رب ان شاء الله ارنب اي حاجة ان شاء الله واحنا نلاقيها ايه ده بس ايه ده بس ماينه قصاده المتنبي ما كنا كنا جربنه مهندرويش يا ولاد اللعيبة خلونا اتدورنا وراحوا كلموا راجب بتاع التوكيل وزبطوها مع بعض اللي زي ده مش محتاج يتزبط ده اكيد متعاود ينظف وراهم اول باول يعني ايه يعني ايه يا اشرف ماذا خلاص هموا بقفولنا يعني لا يا عم اكيد لا ماقولك هي العربية دي فيها جي بي اس صح؟ اه خلاص احنا نفرغ الدات اللي فيه دي اكيد مش هيقدروا يلعبوا فيها الا بقى لو كانوا اشتروا الشركة اللي عملت العربية نفسها فقد دهال في واحد هازي يابل سيد تكبر يا باشي بيقول عنده معلمات عن ترويش عبد الرب دخلوا بسرعة دخلوا بسرعة دخلوا بسرعة دخلوا بسرعة كامل بيقلب الدنيا على كل حاجة تخص فضل المد المهم تتمسح وبقى سرع وقت دي امرها سهل المسائل الحكومية دي في جي بي من وزارة الداخلية للسجل المدني لمصلحة السجون تابل غير حكومية احنا ملنا بيها لكن ما ههمكش اي حاجة هتظهر هنسفها لك حتى لو كان اشتراك نادي الورق مقدورها ليه لكن في حاجة مقدرش هتصرفلك فيها ابدا البني آدم لانه زي الشجر الشجر مش ورق وبس كل بني آدم ليه جدر وفروع ومنقلعت